لقد من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل ذم المشركين له رفعة وعلوة فكلما ذمه ذام منهم وانتقصه أكرمه الله ببشارة هي خير من الدنيا وما فيها ومن ذلك أن العاص بن وائل السهمي كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقبله لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه فأنزل الله تعالى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ومما قيل في سبب نزولها ما رواه بن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خيرا منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر وسورة الكوثر هي ثلاث آيات قصار وهي أقصر سورة في القرآن والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك وهذا النهر العظيم جاءت له صفات كثيرة منها ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حاف أتاه قباب بالدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر وكذا حافتاه من ذهب كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج أما آنيته فقد قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن طيور نهر الكوثر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه الله في الجنة أبيض من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر فقال عمر بن الخطاب إنها لنا عمة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلوها أنعم منها وتوجد أيضاً فوائد عديدة لسورة الكوثر كما أن بها إعجاز عددي لا يعلمه الكثير من المسلمين فعدد كلماتها عشرة كل آية تتضمن عشر حروف هجائية أكثر الحروف تكراراً في السورة هو الألف وتكرر أيضاً عشر مرات وجميع آيات السورة ختمت بحرف الراء والترتيب الهجائي لحرف الراء من الحروف هو العاشر ولكن لماذا الرقم عشرة فالرقم عشرة يدل على العاشر منذ الحجة وهذا ليس مذكوراً في السورة صراحة ولكن معنى الآية الثانية فصل لربك وانحر المقصود بها يوم عيد الأضحى أي العاشر منذ الحجة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة القرآن وأنه كلام الله عز وجل هذا والله تعالى أعلى وأعلم دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته